نقل السفارة الأمريكية إلى القدس موضوع أعادت طرحه لجنة الأمن القومي الفرعية في مجلس النواب فالجمهوريون في اللجنة لا يزال بانتظار تنفيذ الإدارة الأمريكية لوعودها بنقل السفارة هناك أسباب عديدة تشير إلى أن الرئيس سيونفذ وعده فالسياسة الأمريكية يجب أن تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل بأنها عاصمة الشعب اليهودي منذ ألاف السنين الديمقراطيون الذين أكدوا على دعم الكونغرس لإسرائيل أعربوا في الوقت نفسه عن قلقهم من قرار نقل السفارة أنا قلق للغاية وعلينا التصرف بحذر فأي قرار نحدي من قبل الإدارة يتجاهل رأي حلفائنا في المنطقة حول موضوع نقل السفارة كحكومات الأردن ومصر وغيرها من الدول العربية الحليفة سوف يؤثر سلبا على مصالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمنية اللجنة استماعت إلى رأي عدد من الشهود الذين حثوا بأغلبيتهم الإدارة على نقل السفارة بأسرع وقت ممكن أعتقد أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتنا إلى هناك على أرض إسرائيلية هو أمر عاقل وحكيم وفعال للحكومة الأمريكية نقل السفارة لن يؤثر على المفاوضات حول وضع القدس النهائي أو اتفاق السلام ولن يؤثر على علاقاتنا مع الدول العربية والمسلمة الحليفة بعض الشهود عدد الأسباب التي تحول برأيهم دون نقل السفارة هناك ثلاثة أسباب لإبقاء السفارة في تل أبيب الأول تجنب أي أعمال عف غير ضرورية ثانيا الحفاظ على مصالح الحلفاء الإقليميين كالأردن ومصر فنقل السفارة سيجعل من الصعب على حكومات هذه البلدان التعاون مع الولايات المتحدة ثالثا نقل السفارة سيؤذي أي محاولة لإحياء السلام من قبل الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو من أحد وعود الرئيس الأمريكي الانتخابية وهو أعلن في شهر حزيران يونيو الماضي أنه سيؤجل قرار النقل إلى وقت لاحق لم يتم تحديده بعد رانا أبتر الحرة الكونغرس